اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم سنصلت الضوء على موضوع حيوي يلامس حياتنا جميعا وهو الامن السيبراني طبعا في عالم تتزايد فيه التهديدات الرقمية أصبح من الضروري أن نفهم كيفية حماية أنفسنا وحماية طبعا معلوماتنا وآمننا وخاصا المعلومات الشخصية لذلك سنستضيف اليوم ضيف كريم بن سمان زاقروس وهو الكاتب والباحث في مجال الامن السيبراني الأستاذ إيهاب عنان سنجاري أهلا وسهلا بك طبعا عندك خبرة فريدة في هذا المجال شرفتنا شكرا شرف إلي أنه يعني أكون وياكم بن سمان زاقروس شكرا نعم صباح الخير سيد إيهاب أبل كل شي طبعا كوننا نعيش حاليا بعصر التكنولوجي والعالم الرقمي كيف ممكن نعرف أو نفهم الأمن السيبراني الأمن السيبراني هو يتعلق بأمن الفضاء الرقمي كل الأجهزة اللوحية الأجهزة التي نشتغل عليها في حياتنا والمتصلة بالأنترنت يعتبر هذا فضاءها فضاء رقمي فمثل ما أنه إحنا بعالمنا المادي هناك أمن لكل شيء فنحتاج إلى أمن أيضا للعالم الرقمي من هنا أنبثقت فكرة الأمن السيبراني أي أمن الفضاء الرقمي فالأمن السيبراني وظيفته هو حماية الأنظمة والبيانات والمعلومات للأجهزة المتصلة بالأنترنت طبعا هي مستويات من مستوى تأمين البنى التحتية دول والمؤسسات وإلى أنه تصل إلى مرحلة تأمين الأجهزة الشخصية معلوماتنا الشخصية ومع تزايد التطور خاصة لموضوعة الذكاء الاصطناعي فزادت عندنا هذه المخاوف من عملات الاختراق وتخريب الأنظمة وما إلى ذلك وبالتالي بالمقابل أنه القائمين على مجال الأمن السيبراني كثفوا من جهودهم حتى تكون عملية تأمين البيانات الشخصية وبيانات المؤسسات على المستوى الذي يواكب هذا التطور وخاصة إذا كان الاصطناعي يعني عالم يخوف على قولتك طيب هل هناك التباس بين الشخص الذي يقرصا أو يهكر الموقع الإلكتروني والشخص الذي يعمل بالأمن السيبراني طبعا هذا أكو التباس شائع أنه كل الذين يشتغلون بمجال الأمن السيبراني هم هاكرس قراصنة لكن هم بريئين طبعا من هذا الشيء بس هنا يمكن أنه في عندهم إمكانية القيام بوظيفة الهاكر لأنه عندهم المعلومات وكيفية استخدام صحيح؟ بالضبط هذه مهارات الفرق بين القراصنة واللي يعملون في مجال الأمن السيبراني أن القراصنة تستطيع أو تعمل على الاختراق الأنظمة وتخريب الأنظمة وما إلى ذلك والدخول إلى المعلومات بطريقة غير قانونية وغير شرائية لكن مختصي الأمن السيبراني يستخدمون مهاراتهم للحفاظ على هذه الأنظمة والعثور الدخول إلى هذه الأنظمة للعثور على الثغرات الموجودة لحمايتها من هؤلاء القراصنة طبعا بيخطر في البال كون بلشنا بموضوع أنه حماية الأجهزة طيب بيخطر في البال هل الأمن السيبراني يتعلق بحماية الهارد وير أو الأجهزة مثلا الكمبيوتر والتلفون والآيباد إلى آخرها أم حماية المعلومات المتواجدة ضمن حسابات معينة ضمن ملفات معينة كيف ممكن نميز بين هذول الشغلتين؟ نحن مثل ما عرفنا الأمن السيبراني هو مجال لحماية الأجهزة وبما تحمل من معلومات وأنظمة لما تكون متصلة بالأنترنت فإحنا الهارد وير بشكل آخر الهارد وير هو أمور مادية عندنا أجهزة CD drive، هارد، كذا كيز مثلا موجود، مونيتر هالأمور هذه أمور إحنا لازم نحافظ عليها نعم يعني هاي ما إلها على أب الأمن السيبراني؟ الأمن السيبراني هو فضاء رقمي بالأمور المتصلة والأجهزة المتصلة بما تحوي بالأنترنت اتصالها مع الأنترنت طيب شنو هي الفروقات الموجودة بين البرمجيات الخبيثة والفيروسات؟ البرمجيات الخبيثة هي برامج ضارة تلحق الضرر بالأنظمة أو ممكن سرقة، ممكن أنه تلف وما إلى ذلك الفيروسات هي جزء من هذه البرمجيات الخبيثة الفيروسات هي عبارة عن برنامج أو برمجة معينة يستنسخ نفس الفيروس هو يستنسخ نفسه وينتشر بين الأجهزة فكل الفيروس هو ضمن البرمجيات الخبيثة وليس كل البرمجيات الخبيثة هي فيروسات لأن احنا أدنا أيضا أدنا الديدان أدنا برامج الفدية، أدنا برامج التجسس وما إلى ذلك أيضا كلها تندرج نحو أو تحت البرمجيات الخبيثة طبعا نحن يمكن تتذكري أجهزة أول ما بلشنا نتعرف على عالم الرقميات كان البروغرام أو خلينا نقول الانتي فيروس اللي بنستعمله هو الكاسبرسكي هذا كان المعروف المشهور ببدايات تعلمنا للأمن السيبراني وكنا نشوف أنه بللقط برمجية معينة هي الديدان خصوصا فهلأ إذا رحنا شفنا أحدث التوجهات في الأمن السيبراني كيف ممكن تحكينا عن هذا الموضوع؟ ما هي أحدث التوجهات في الأمن السيبراني؟ التوجهات الحالية هي تعدت هذا موضوع الانتي فيروس وهذه الأمور لأن تطورت بكل برامج الموجودة للانتي فيروس وغيرها وتروتجان وغيرها تطورت نحن حاليا نتجه نحو الذكاء الاصطناعي يعني كيفية اكتشاف الهجمات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي لأن هذه تعمل على تسريع الوقت أو يعني تكسبنا وقت أسرع لاكتشاف الهجمات علينا زائدا أنه التوجه على الأمن السحابي اللي هو كلاود سكوريتي هذا اللي يعني استخدمت الشركات وستخدمت الشركات حتى الدول بطريقة متزايدة حاليا لأنها يتيح فد مجال لتخزين المعلومات يعني يوجد دول تخزين معلومات شعبة بسحابة فأمن هذه السحابة ضروري جدا للحفاظ على أمن دولة وأمن شخصي وما إلى ذلك هنا بيخطر لي سؤال كوننا عم نحكي على مستوى الدول كثير من نسمع أنه في دول تعرضت لهجمات سيبرانية أدت إلى تعطيل على سبيل المثال محطات كهرباء أدت إلى تعطيل محطة القطارات فممكن تعطينا شوية معلومات عن كيفية حدوث هكذا نوع من الهجمات وكيف يتم التعامل معها هذه على مستوى كبير مستوى دول يجب أنه ليش أنه بالبداع ذكرنا أنه مختصين الأمن السيبراني يجب أن يكونون مواكبين للتطور الحاصل فأنا قوة يعني قوة النظام من قوة مستخدمي أو مطوري يعني لما يكون عندي المطور على مستوى من المتابعة ومن المثابرة ومن المواكبة لكل التطورات الموجودة وعنده ابتكار لخطط تأمين للنظام الذي يشتغل عليه فبالتالي أنه تقل أو تكاد تكون حتى تنعدم أيضا مسألة الهجمات على إذا كان هو مؤمن مثل ما قالناه إحنا أن أمن بيوتنا يعني بأبواب وشبابيك وكذا وسور وهالأمور هذه ما حد يقدر أنه يدخل علينا بوجود هذه التأمينات اللي موجودة عندنا إحنا جيد طيب أكيد المختصين بهذا المجال عدهم الوعي الكامل حتى يقدرون يسيطرون على الوضع أي شيء يصير بالأمن السيبراني إذا أحنا نريد ننشر الوعي بين عمة الناس شلون نقدر نشرها قبل مسألة الوعي طبعا الوعي هو يبدي خلي نتكلم عنه الوعي هو يبدي من التعليم تعليم بالمدارس يعني ولو أساسيات لهذا المفهوم مفهوم الأمن السيبراني وكيف إحنا نستخدم أجهزتنا بصورة صحية وأمينة لكون علاقتنا بأجهزتنا صارت أقوى من علاقاتنا حتى الشخصية لأن يكون معنا أكثر من ما يكون حتى أهل بيتنا معنا والدليل أنه لما تصير لما الكل ملتهين بالموبايل بالموبايل هذا مشكلة يعني حتى أنه سوت فتخلل بالمجتمع والعلاقات الأسرية نحن كمختصين دائما ننصح بإجراءات وقائية لتجنب الاختراقات لتجنب مثلا الهجمات التي تصير على أجهزتنا الشخصية طيب سيد إيهاب أنا هلأ خطر لي موضوع صراحة يمكن كثير من الناس صاروا دخلوا بهذه الشبكة اليوم الشخص فينا بيمتلك إيميل جيميل اللي هو مربوط فيه بنك أكاونت مربوط فيه حسابات على السوشل ميديا مربوط فيه خلينا نقول كثير من السيرفيس أو الخدمات اللي بيتلقاها هل بتنصح الأشخاص أنه يتبعوا هاي الطريقة أنه إيميل واحد بيربط كل الأجهزة الحسابات البنكية خلينا نقول الحسابات الأخرى حسابات السوشل ميديا أم أنه ينوع ويعدد الإيميل أو طريقة الوصول لهاي الحسابات سؤال جيد في كل تطبيق نحن نستخدمه إلى نظام خاص بغض النظر عن أنه هذا كان إيميل واحد أو متعدد الإيميلات يعني أنا ما أقدر أنه أدخل على الفيسبوك حتى أنه أستخدم مثلا الفيسبوك هذا للدخول عفوا أن الإيميل هذا للدخول للفيسبوك تويتر غير تطبيقات موجودة هو نفس بس لكن هل أنه هي نفس الباسوردات اللي موجودة هل أنه نفس النظام اللي موجود التأميني في بعض الأحيان عفوا بيعطوك مثلا أنه ثلاث أشخاص من الناس اللي بتعرفهم لحتى يبعتو لهم الكونفرميشن أو أنه مربوط بجيميل تاني بيجي كود معين فش رحلنا أكتر عن هاي هذه بالنسبة هذه المفروض تكون من الأمور أو المتطلبات الأساسية اللي كل واحد يستخدم بيها أجهزة أو جهاز أنه يتبعها أولا أنه يكون الباسورد ما تقوي يحتوي على الأحرف إذا كانت بلغة الإنجليزية أحرف كبيرة صغيرة وأرقام ورموز ليش بالمناسبة خلينا نقف أسعد هاي الجزئية إذا وقت البرنامج يسمح الباسورد ماكو باسورد موجود بالدنيا ما ممكن كسره بس لكن قوة وين قوة بالفترة المستغرقة اللي كسر هذا هذا الباسورد يعني مو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالضبط ليش؟ لأن هذا الإحتمالية اللي يأثر عليها الهكرس جدا سهلة يعني إمكانية سهلة أنه ممكن أو مواليد أو أسماء أبناء أو أسماء كه لازم أنه نحن ننوع 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 بها حتى برامج الإحتمالية لأنه قايم على نظام إحتمالات أنه ممكن يكون صفر 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 ممكن يكون صفر واحد واحد ممكن يكون صفر اثنين اثنين وهكذا إحتمالات إلى أن يأثر على الاسم الصحيح أو على الرقم الصحيح بس لكن إذا كان متنوع راح يستغرق وقت كلش كبير بالعثور على هذا الباسورد وبالتالي أنه ننصح أيضا كمختصين أنه بين فترة واخرى نغير الباسورد معلتنا وهذا أنا اللي أسويها يعني هذا أفضل وخاصة الرموز كلش مهمة قالولي فأني دأمشي عليها الأمر الثاني اللي هو المصادقة الثنائية اللي تفضلت بها حضرت أنه يطلب من عندنا إيميلات أخرى أو كذا المصادقة الثنائية جدا المهمة يعني أجيب مثل على الفيسبوك الفيسبوك هو يطلب مصادقة الثنائية أنه يضيف رقم هاتف ويضيف إيميل آخر فلما تجي أي محاولة لاختياء اختراق الصفحة راح يجينا وين إشعار على تلفوناتنا على إيميلاتنا أنه أكو أحد يحاول أنه يخترق الصفحة مالتنا بالتالي يصير عندنا علم بالموضوع نأخذ تدابير الذي هو أول تدابير أنه غير الباسورد مالتنا ونطلع من كل الأجهزة المتصلة لأن أكو بعض المستخدمين يفتح الفيسبوك على موبايل ويفتح الفيسبوك على غير أجهزة أيضا فأخرج من كل الأجهزة الموجودة حتى في سبيل أنه أمن الحساب فقط اللي في جهاز ولا ترثقون حتى بأقرب الناس لكم بهذه السلفة يجيون وينقلب عليكم المشكلة هذه فالمسألة حتى يعني تكون يكون التأمين متكامل هو عندنا التحديثات تحديثات الدورية أي تحديث يجي نحن نحدث هذا الشي ليش بالتحديث هذا يعملون المختصين أو المطورين على هذا على العثور على الثغرات اللي موجودة ومعالجتها فبالنظام القديم احتمال أنه موجودة فبالنظام الجديد تم معالجتها فرعا استفادة من هذا التأمين أيضا جيد أكيد احنا راح نكمل وياك المحور لكن خلونا بالبداية نروح لهذا الفاصل ومن بعد راجعي شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم مشاهدين الكرام نكمل محورنا ويا ضيفنا الكريم الأستاذ إيهاب هذه راح تكون انتقالة كلش حلوة وكأنه ملفين بالبرنامج أنت مختص بالأمنة السيبرانية لكن بنفس الوقت كاتب وشعر شلون أنت قدرت أن تستخدم الشعر حتى يكون وسيلة فعالة لتوعية المخاطر الذي تصير بهذا المجال طبعا بداية أنه الشعر يعني جزء أو الكتابة بصورة عامة هي جزء من شخصيتي يعني قبل ما أنه أكون يعني بمجال بمجال التقني وعلم الحاسبات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني فكانت الكتابة هي جزء يعني من شخصيتي ولا زالت الشعر ممكن يكون يعني لإيصال الرسائل التوعوية والتعليمية اللي موجودة يعني تكون وسيلة مبتكرة لإيصال هذا الشيء يعني لأن الشعر يبقى بالأذهان سهل الحفظ وما إلى ذلك حال حال الأغاني اللي هي أساسها هي الكلمات والكلمات هي بالأساس شعر هل هي طريقة جميلة للتعبير رضبط مثلا عدنا ألفية ابن مالك يعني اللي علمنا بها قواعد اللغة العربية والنحوها وانتهاء بالقصائد اللي موجودة في المناهج الدراسية للأطفال توعوية كانت أو تعليمية للأحرف وما إلى ذلك طيب أبل ما نقرأ شيء من اللي حضرتك اليوم رح تقرأ لنا شو هو الأمر أو الموضوع اللي دفعك لكتابة الشعر يعني موضوع الأمن السيبراني موضوع مختلف تماما والشعر مختلف هل هي شغلة متعلقة بشخصيتك أم أنه لا في أسباب حواية هي الكتابة بصورة عامة سواء أنه كتابة المقال أو كتابة الشعر مثل ما ذكرت قبل شوية أنه هي جزء من شخصيت وأنا أحب هذا المجال فعملت صحفي يعني رسمي من الألفين وثلاثة ولحد هذه اللحظة أنا أعمل بهذا المجال يعني تدرجت من محرر إلى رئيس تحرير مدير تحرير ورئيس تحرير فهذا جزء جزء من عندي ف يطلعنا الشعر يطلعنا من من الجمود اللي موجود في عالم التقنية إلى عالم الإحساس عالم المشاعر والإنسانية طلع الإنسانية اللي جواتنا برسائل توازنات جميلة بالضبط بالضبط هم حاضرين لنا شي شعر قبل نرجع للسيلة بالطريق كتبت كمبيت يعني إلى نهدي إلى قناة زاقروس والمشاهدين والمشاهدين ثم أدى قصيدة أخرى يعني نأخذ مقطعين صغار من البداية والنهاية يا زاقروس فيك الفكر مشتعل والفن فيك كما الأقمار يكتمل أنت اللقاء لكل الحبر ممتزج فيك الجمال بعيد المبدعين جلو نهديك شعرا من الأعماق نسكبه يا منبر الحسن فيك القول يكتمل جيد ما يرضيك لأغمد حبي المكنون فيك وأنت تغض القلب عني لأخليك ما يرضيك صرت لك شاعرا قالوا تحب الشعر توهتني حين رمقتني لعثمتني أغزل أقول فيك أم أهجيك يا كريما ما للبخل تهللا بمن يأتيك لا ترضى فالكبر فيك تشضى صديت به نبض قلبي ذق صدا تلضى من سيحميك سأستغفر بالأسحار ذنب حبي حتى طلوع الشمس الله يشكيك عشد عشد يا سلام طبعا نحن هلأ هاي الانتقالة جميلة من الصباح من التكنولوجي لعالم المشاعر عالم جديات وعالم مشاعر أحاسيس نعم طبعا نقلة مختلفة كتير إذا جينا على هذا الشعر اللي انت حكيته شو هو الموضوع اللي بيخليك تكتب هذا النوع من الشعر بغض النظر عن أنه هي جزء من الشخصية فمثلا منسمع هي أنا مني شاطرة طبعا ببحور الشعر العربي أو أي قوافي ومن هاي المواضيع انت قريت شعر جميل نحن حسينا فيه دخل بمشاعرنا فبحب أعرف هل هي مثلا ممكن تكون قصة حب موجودة في الحياة بتحاول تعبر عنها كلما يعني يعني أنه كان الوقت بيساعدك أم أنه لا هي مجرد غزل بتحب تعبر عنه عن مشاعر معينة كل قصيدة إذا ما تحس بها تعيشها أنت أو شخص آخر ينقلك القصة اللي هو عايشها تكون أنه مؤثرة فيك ما تقدر تكتب شيء لأن إذا كانت بدون إحساس فأصبحنا آلات والشعر فقد روحيته الشعرية فلا يوجد شعر بدون إحساس بدون مشاعر بدون عايش داخل هذه الكلمات اللي يكتبها الشعر يعني إجتنا الرسالة من أين تجي هاي الكلمات الجميلة أكيد لازم طيب أنا خل شوية أطلع من موضوع الشعر يجب بالي سؤال أكو مواقع وهمية بالمواقع التواصل الاجتماعي دين تحلون السامي مواقع أو الشخصيات يجون ياخذون منك فلوس يقولون لك حول لنا فلوس حتى نربحك أمول إذا صار والشخص كشف هذا الشيء هل يقدر يرجع فلوسه أو طارت الفلوس هذا تصير يعني هاي هذا الشيء يعني حتى يكون السؤال أوضح أو يعني المشاهدين نوضح للأمر أكو هي شغلتين الشغلة الأولى هي عامل الابتزاز عامل الابتزاز اللي هو يعني يتوقف على وعينا احنا الوعي لازم أنه ندرك أنه تصرفاتنا الشخصية هي المسؤولة عن أمننا هذه وحدة الشغلة الثانية هاي طبعا موجودة وإحنا عالجنا أكثر من مسألة صارت استطعنا أنه يعني اللحق عليها مثل ما يقولون قبل ما أنه تكبر السعر تكبر فهذه مو أسامي يعني هو أسامي وهمية أوكي بأسم وهمية بس لكن يدخل ويستطيع أنه يدخل إلى صفحات عن طريق روابط صح هذه الروابط يعني أي شخص أنه ما عنده أي إلمان نرجع إلى الأمن السبراني والوقاية هذه الأمور الوقاية الرقمية خليل نسميها فرح يقع ضحية لهذا المخترق فإحنا لا نستقبل المفروض أنه ما نفتح أي ملف مرسل إلنا ولا أنه نفتح أي رابط موجود ونلاحظ الروابط نقراها خاصة المقدمة مالتها ممكن أنه يكون رابط تقول لي لأنه هذا رابط فيسبوك لمن أجي أدقق برابط الفيسبوك هشوف أكدوت بين الأحرف أو مثلا علامة معينة يعني قد لا ترى بالعين نسميه بالعين المجرد بس لكن هو يستخدمها الهكر حتى في سبيل يوهمك أنه هذا الرابط هو رابط فيسبوك صفحة من الفيسبوك ومؤمنة وإلى آخر صارت قبل مد يعني كل يوم يدي دزولي بالفيسبوك هذا الرابط أنه خلال 24 ساعة نحن سنسد الصفحة لأن أنت عندت شغلات من نزلتها ما يصير ينزل وما أدري شنو فأني مفتهمة الموضوع بس أنه مبين يعني خالين صور ما إلها دخل أصلا بالفيسبوك يعني إذا أنت يصير عندك الوعي حتى لو خلين صورة مع الفيسبوك وتابع الفيسبوك أنت لازم تكون عندك الوعي حتى تعرف أنه هذا يكذب بالضبط هو هذا اللي المفروض يكون لازم إحنا وما نفتح أي شيء أكو ناس أتصادق ناس يعني صادفنا أنه عدة قصص يعني يعني آخرين حتى في سبيل تأخذ من عندهم معلومات وتأمن ناس بناس حتى بالمستقبل أنا أرسل لهم هذا الرابط حتى أدخل إذا حساباتهم وأستغل المعلومات اللي موجودة وأتعامل وكأنه هو نفس هذا الشخص من المعلومات اللي صار عندي العلاقة اللي بنيتها وياه فحتى يعني مع الأسف أنه فقدون الثقة بالآخر مع جل احترامي لكم والمشاهدين الكرام نعم طبعا موضوع الأمن السيبراني هو موضوع كتير كبير أولى ما بيكفينا وما بتكفينا حلقة وحدة للحديث عن كل التفاصيل السيد إيهاب عنان سنجاري شرفتنا في استوديوهاتنا سمات زاقروس لأليوم ونشألا نشوفك بحلقات قادمة بستوديوهاتنا سمات زاقروس ونسمع أشعار أكثر ونسمع أشعار أكثر اللي شرف أنه أكون معاكم بهذا البرنامج بقناة زاقروس وفي لقاءات أخرى إن شاء الله نلتقى على خير شكرا جزيلا أهلا شكرا جزيلا